بإذن الله ويمكن اللي بيسمعنا يقول احنا ذكرنا تاريخي 2008 و2006 و2012 بس بعدتوا ليه عن 2017 ما هو كان الوداد برضو وروحنا المغرب وما رجعناش بالكاس هقولك لأ انت الاول مرة بتواجه الوداد البيضاء والمغربي في النهائي وانت فايز انت محققتش فوز في الموران النهائية البطولة اللي كانت في 2017 هقولك العوامل اللي كانت موجودة في 2017 مختلفة تماما تماما عن معطيات 2023 ومختلفة عن 2022 اللي تلعبت من مباراة واحدة فقط لغير هقول حاجة مهمة جدا يمكن تقولوا اعلام النادي الاهلي يعني بيحاول يضخم الامور وهو المصدق لأنا عايز اقولك ان حتى الاعلام المنافس حتى الاعلام اللي كانت بينتظر في وقت من الاوقات ان هو يلعب على تكسير وتحطيم معنوياتك قبل مباراة العودة ملتزم الصمت تماما عارف ليه ملتزم الصمت عشان هو نفسه مصدق في النادي الاهلي وفي الجهاز الفني وفي اللاعبين والامور الفنية للنادي الاهلي انا عندي صورة عايز استعرضها ما شفنهاش الاسبوع اللي فات لكن عايز اقولك ازاي كانت الناس بتشوف في 2006 بعد مباراة الزهاب النادي الاهلي برغم ان النادي الاهلي كان بطل افراقيا ولكن دي صورة من مجلة الفرسان وقتها كان رئيس تحريرها طبعا عارفينه اسامة خليل يعني ناقد زمالكاوي كبير معروف كاتب خربطايا جزئة هزم الاهلي فنيا وقتل الجماهير معنويا وتعادل مع الصفاقسي بعنادة ارجع لي بقى كده الصورة دي الصورة دي ظهرت لما الناس كانت بتحاول تكسر في معنويات النادي الاهلي طب لما النادي الاهلي حقق وسجل هدف ابو تريكا اللي بالتأكيد كان توفيق مصحبنا في المباراة دي وكرة القدم لا تخلو من التوفيق لكن انا عملت ايه انا اشتغلت على المباراة الاولى اشتغلت من اول مصفر الحكم زي ما كولر اشتغل من اول مصفر الحكم هنا منو الجزئ راح لغرفة ملابس فريق الصفاقسي وقال هتحتفلوا هنا هنحتفل في ملعبكم بالبطولة وحط تشكيل المباراة اللي هتلعب مباراة العودة في نفس يوم المباراة مباراة الزهاب منو الجزئ اللي قال لي ما تعب هتوعد دكة انا هلعب بأكوتي منساة عشان يظل تاريخ أكوتي منساة مبارانة هقاية لانه ارتدى تيشرت النادي الاهلي وتفوز بهدف ابو تريكا في الديئة 92 وكان معروف مين اللي هيطلع ومين اللي هينزل وفي الديئة كام وترسم سيناريو المباراة عشان احنا كنا فنيا افضل عشان كنا فنيا مصدقين النادي الاهلي ومصدقين لعيب النادي الاهلي فعشان كده صورة مجلة الفرسان ما ظهرتش في 2012 لما الاهلي تعادل قدام الترجي ولا ظهرت في اعلام موازي ولا ظهرت في اعلام منافس لانه لما النادي الاهلي يقررها تاني قدام الترجي الناس بتاخد خطوتين لورا الناس بتبدأ تقلق الناس بتقول الله ما الاهل عملها في 2006 وعملها في 2012 طب ايه المانع انه يعملها في 2023 انا مش شايف اي موانع انا شايف ان احنا فنان افضل شايف ان احنا الاول مرة بنفوز على الوداد البيضاء المغربي في مبارانة اي اتنين واحد انت طالع كسبان معطياتك مختلفة الضغط على فريق الوداد هنتناول التقارير اللي جات لنا من المغرب هتفهم قد ايه النادي الاهلي مرعب قد ايه النادي الاهلي وهم مبسوطين بالهزيمة فقط لغير اتنين واحد لسه عندهم قلق كبير جدا عشان كده انا ثقتي في الجيل ده انه هو يكتب اسماءه بحروف من ذهب الجيل اللي اربع مرات على التوالي صعد للمبراءة النهائية بس انا هنا هرجع زي ما فارس اتكلم لمبراءة كماسي واشان تكتوكوا وما ادراك ماء البطولة الاولى البطولة الاولى اللي مر عليها 41 سنة بس احنا فاكرين كابتن اكرامي فاكرين كابتن مدحط رمضان كابتن مهر همام كابتن حسام البدري كابتن علاء ميهوب كابتن مجدى عبدالغاني كابتن ربيع ياسين كابتن مصطفى يونس كابتن محمد ماهر وطبعا الكابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر ابو زيد والاسست الشهير لكابتن مختار مختار ال 11 لعب ولا ال 13 لعب اللي بيلعبوا المبراءة لما كانت تغيير اتنين لعيبة انت فاكرهم بعد 41 سنة لسه قدامك الاسماء دي بحروف من زهب عشان كده عايزين الحروف من زهب دي تتنقل لجيل الشناوي وعلي معلول وياسر ابراهيم ومتولي وعبد المنعم وهاني وقالي وديانج والسلية ومروان عطية وكل الناس اللي بتلعب وبير سيتاو اللي ان شاء الله المساهمة 11 بالبطولة 11 في يوم 11 وحسين الشحات اللي عامل حالة من الرعب عند جماهير الوداد وكهرباء اللي عامل حالة من الرعب في أي مكان بيكون متواجد فيه عندنا ثقة كبيرة جدا ولكن محتاجين الأهم العامل الأهم في كل المعطات دي عامل التوفيق لو التوفيق حريفك بكرة ان شاء الله بإذن الله الأهلي بطل الأميرة الأفريقية للمرة 11 والمرة التالتة في 4 سنوات وانكرر إنجاز من 2005 ل2008 ان شاء الله